مساء الخير من فوق منبر الأمم المتحدة وقدام الجامعية العامة للأمم المتحدة ممثلة الشرعية الدولية المهانة والعاجزة قدام سطوة الصهيونية وقف مجرم الحارب نتنياهو يغسل إيده من دم أكبر مجزرة في التاريخ الحديث وقف يبرر حربه على المدنيين في قطاع غزة يتكلم عن السلام اللي كان الصهيوني بترحه على المنطقة لكنه بعد ساعات من خطاب العار في منظمة العاجزة الدولية كان بيدي من قطته في نيويورك الدوء الأخضر لاغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله عن طريق 85 قنبلة أمريكية الصنع مخصصة لاختراق التحصينات حجم القنبلة الوحدة منهم طن كامل من المتفجرات بيقولوا عليها المطرق اترامت من طيارات الـ F-15 الأمريكية ودي من آخر صفقات السلاح اللي قدمتها إدارة جو بايدن للصهاينة 85 طن متفجرات تقريباً اترامت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت مقار الأمينة العام لحزب الله وقياداته بما فيهم علي كاركي اللي جيش الاحتلال كان أعلن اغتياله من كام يوم وإحنا هنا قلنا إن موته كان فخ من الحزب عشان يعرف مين الخوانة اللي في صفوفه اللي بيسربه أماكن قياداته بمنتهى الدقة لدرجة إن جيش الاحتلال اغتيال كل كوادر الصف الأول والتاني والتالت العسكرية والسياسية والدنيا للحزب وتحديداً في الأسبوعين اللي فاتوا ما بيناش محتاجين نكرر إن هجوم مجرم الحرب بين يمين نتنياهو هجوم داري بلا نزاهة بلا شرف يحتقر القانون الدولي وينتهي قوانين الحرب اللي بتجرم الاختيالات السياسية لأن العالم دلوقتي مفروض محكوم ببروتوكولات الصهاينة زمن حروب الرجال وفكرة المواجهة انتهت بوجود الصهاينة على الأرض حرب الوضاعة والخيانة والجواسيس وقتل الخصوم واختيال السياسيين بما فيهم اللي بيتفاعد معهم دي كتالوق صهيوني صرف بيطبقوا الصهاينة بغض النظر عن جنسياتهم قوانين الحرب اللي البشرية حطتها عشان تقلل الخراب والدمار وتنظم وبررات الحروب وازاي نتعامل مع المدنيين ونعمل تناسب في رد الفعل يبقى في الفعل ورد الفعل متناسبين وكل الكلام ده خلاص ملوش وجود لأن القانون الدولي بمنظماته وهيئاته ومحاكم الدولية طلوع كل ده مجرد يفط وشاسيهات فاضية خلونا بقى في جريمة اغتيال حسن نصر الله شهيد الخيانة والصبر الاستراتيجي الايراني اللي بيحرك مجموعة من ازرعته لحرب بالوكالة مع اسرائيل وهو مش خسرا منها كتير مش خسرا منها حاجة واحنا من هنا من على الشاشة دي من خمس ايام حذرنا من ان دايرة الخيانة وصلة للمستوى الاول من القيادات اللي حوالين حسن نصر الله وقلنا ان المشهد بيقول ان في صفقة كبيرة اتبع فيها الحزب بقياداته قلناها بمنتع الوضوح استهينا بيقولوا انهم لاخر لحظة زهقوا من اسرار حزب الله على ربط نفسه بمصير قطاع غزة وان حزب الله بيقول انه مش هتراجع عن اسناد الفلسطينيين فبيقولوا انهم وصلتهم معلومة دهبية كشفت ان حسن نصر الله بيعقد اجتماع في مقر حزب الله تحت الارض في حرط حريك عشان يعيد هيكلة القيادات ويعود كل الكوادر اختالهم جيش الاحتلال باحتملات ببسيطة جدا لو المعلومة جات من جسوس مزروع في الدائرة الاولانية القريبة من حسن نصر الله نفسه فاكيد الجسوس ده مات تحت 85 طن متفجرات ترامت على حرط حريك لكن الاوقع ايه الاوقع ان المعلومة الدهبية جات من بره المعلومة الدهبية جات من بره ولما حضرتك تقرأ الاخبار اللي بعد اعلان اغسيال زعيم حزب الله حسن نصر الله هتلاقي فيها خبر كده تايح وسط الاخبار عن ايه عن نقل المرشد الايراني علي خامنئي لمكان امن وتشديد الاجراءات الامنية حواليها وده ما يقولش اللي حاجة واحدة ان الخيانة جاية من قلب طهران الخيانة جاية من قلب طهران تلت مرة الخيانة جاية من قلب طهران عميل مزروع في دائرة القرار الخاصة بالمعركة مش مجرد عميل داخلي ابدا خبر اخفاء المرشد الايراني في مكان امن يفصل حاجة واحدة واكيد نفس العميل والشبكة بتاعته اللي ارشده عن قاسم سليماني قائد فيلق القدس في بغداد هو كمان اللي ارشد عن صالح العروري في بيروت واخترق دائرة الامن للحرس السوري الايراني وارشد عن اسماعيل هنية في طهران كل الاختيالات المهمة رقم واضح وصريح فيها في المعادلة ايران بين بوضوح السهاينة منهاجهم هو زرع الخوانة بهدف القتل المباشر جواسيس السهاينة مش بيجمعوا معلومات لا دول بيسلموا الخصوم للسهاينة على طول على اعدامات واختيالات واذا كان الصبر الاستراتيجي الايراني دفع تمنه كل جبهات الاسناد اللي لسه عايشة في مرحلة توجيه الرسالة الرمزية للسهاينة بصواريخ ضلت اهدافها والضربات اللي بتزعج وما تعورش وانا قلتها هنا ووجهت كلامي الحسن ناصر الله قلت له انت اللي كنت بتتكلم عن انه اذا ضربت فأوجع وانه ضرباتك ما بتوجعش واللي بيدفع التمن هم الشعوب حزب الله كان مدرك كويس جدا ان الدور جاي عليه بعد ما ينتهي مجرم الحارب نتنياهو من صداح حماس في غزة وتدمير السلطة الفلسطينية في الضفة وحد وقت قريب كان السهاينة في موقف حرج من ضربات حزب الله لحد ما وصلت المعلومات البهبية اللي سمحت للسهاينة بالتركيز على الجبهة اللبنانية واختيال كل قيادات حزب الله وتقريبا ما فضلش من الكوادر العسكرية العليا حد عايش اكتر من 30 قيادة وكادر عسكري وسياسي وديني تم اختيالهم في اسبوعين بس ده غير تدمير منظومة الاتصالات الداخلية للحزب واصبح الحزب دلوقتي في حالة فوضى وعزلة وبيدور على حسم اختيار القيادة اللي هتعود اختيال حسن ناصر الله اللي استخبارات العدو الصهيوني قالت انه مات مخنوق انه جسمه ما كانش فيه اي اصابات ما كانش قادر يتنفس مات مخنوق فوضى نا لسه تحت النار وضربات جيش الاحتلال المستمرة عشان ما تديش اي فرصة لحزب الله فرصة اه 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 او نفس يقعد يحسم اموره المتعلقة وعزلة لانه دلوقتي في مرحلة شك رهيبة مرحلة اكون او لا اكون to be or not to be السؤال الوجودي اكون او لا اكون ولا يمكن الوصوق في اي دايرة دلوقتي داخلية او خارجية لحد ما يتعرف هم مين الجواسيس داخل دائرة القرار في ايران وفي داخل الحزب نفسه ربما المريب ان امين عامل مجلس العربي الاسلامي محمد علي الحسيني وده عالم دين شيعي من اصل لبناني خرج قبل اغتيال حسن نصر الله بساعات وطلب منه انه يكتب وصيته لانه تم بيعه من ايران وكان لي تصريحات بيخاطف فيها زعيم حزب الله وبيقول له انت ما تعرفش ايران طلبت ايه تمن لراسك وايه المعلومات اللي سربتها عنك لانك بقيت الهدف الاول حاليا وانا لو منك اقوم اكتب وصيتي وبعد ساعات حصل اغتيال حسن نصر الله في حارة حريك المختصر في قضية اغتيال حسن نصر الله ان في خيانه وان المنطقة دخل على مرحلة جديدة من الصراع اطرافها ايران وكل ازرعتها ولكيانه الصهيوني وكل اللي بيدعم واذا كان مجرم الحارب نتنياهو وصف عملية الاغتيال بالمنعطف التاريخي للكيانه الصهيوني هو وقف كده فرد نفسه ونفس شريشه فكل التوقعات بتصب في احتمالية تنفيذ اجتياح بري لجنوب لبنان وفرض شريط امني عازل يبعد عن اي تهديد او يبعد اي تهديد عن شمال الاراضي المحتلة ويدي الفرصة للصهاينة انهم يتعاملوا مع الملف الاساسي وهو فرد نفوذهم على فلسطين بالكامل في قطاع غزة والدفة الغربية وانهاء السلطة الفلسطينية من غير ازعاج ايه اللي هيحصل هل هيقدر حزب الله يواجه حالة الارتباك ويبدأ مرحلة الدفاع عن وجوده هل هياخد حزب الله المعركة دي الواحدة باعتبارها معركة بقاء هل هيلاقي اسناد من ايران من ازرعاتها ماشي شوفنا الحسين النهاردة عملوا ايه من محور المقاومة في اليمن وسوريا شوفنا وحتى من غازة بس هو ايران هتعمل ايه يا طرح هل طرح هالايران هتفتح القوس وتضم اسم ناصر الله جنب زعيم حماس اسماعيل هنية في عملية الثقر المنتظرة واللي احنا منتظرينها بقالنا يعني داخلينه هو على ستين يوم ولا هتبدأ ايران تنكمش في حدودها وتواجه مخاوف انتظار الدور اللي جاي من حربة اوسع بس دا لو حصل وانكمشت داخل حدودها فالسيناريوهات الداخلية كبيرة جدا الشعب الايراني هل هيسكت هتبقى معركته هي معركة الكرامة الوطنية بقى وهلا يتغير بقى وقتها نظام الحق في ايران اللي واضح ومعلن دلوقتي فقط هو تصريحات مجرم الحارب نتنياهو اللي قال ان المهمة ما انتهتش والايام الجاية كلها تحديات وانه ازرع اسرائيل طويلة في كل حتة ايران والشرق الاوسط طبعا النهاردة سمعنا عن انفجارات في دمشق وضربة جوية على ميناء الحديدة في اليمن غير طبعا الدربات اللي حصلة في الضحية الجنوبية اما بقى بالنسبة لكل الكلام الامريكاني عن اتصالات دبلوماسية مبادرات سلام فض اشتباك وقف الحرب فالتجربة اثبتت ان كل دي تصريحات نكسب بيها الوقت ونمكن بيها الصهاينة من تغيير الاوضاع على الارض لان امريكا مدركة بشكل كبير ان ضرب حزب الله هيسيب اثر كبير على مصالحها في سوريا وفي العراق عشان كده كان تعليق الرئيس الامريكي جو بايدن بعد ما تم اعلان اختيال حسن نصر الله على ايد الصهاينة انه معيار للعدالة حتى هارس المرشحة للرئاسة قالت انه حسن نصر الله قديمه لووسة بالدماء هي دي عدالة الامريكان اللي بيدعموا حرب ابادة وجرائم حرب في غزة وبيدمروا العالم بسياستهم الصهيونية الاستعمارية وان كان على العدالة الحقيقية فاللي هيحققها صمود المقاومة على الارض اللي بتحارب حروب الرجال مش حروب الخوانة والجواسيس مصر جديدة اهلا بكم